السلام عليكم تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هداكرافت وإلى المتابعين الجدد بالنسبة لعملنا اليوم فرح نتعلم طريقة عمل هذه النباتات أو الصباريات باستخدام عجين السيراميك البارد وهذا الفيديو رح يكون هو جزء الأول بهذا الجزء رح نتعلم طريقة عمل النباتات وبالجزء الثاني رح نتعلم طريقة عمل يعني القاعدة أو العلبة اللي راح نستخدمها للحصول على هذه الأشكال فالآن الخطوة الأولى هو مثل ما ذكرت رح نتعلم طريقة عمل هذه النباتات فالآن نبدأ بطريقة العمل والموات اللي راح نحتاجها لهذا العمل فأول طريقة أو أول تصميم راح تحتاجون قواطع بشكل دائري بأحجام مختلفة إحنا ليش دا نستخدم هذه القواطع لأنه حتى أضمن أنه قياسات الورق رح يكون متساوي فراح ناخذ خمس ست دوائر بالبداية نحاولها بشكل كرة وبعدها بشكل الدمعة وبعدها تضغطوها لحد ما تحصلون على شكل مشابه للورقة مثل ما نشاهدون أمامكم وتبدون يعني ترتبون هذه الأوراق بالطريقة اللي يشوفوها فراح تحتاجون ست أوراق بهذا الشكل وراح تطبقون نفس الفكرة مع يعني باقي الخطوات يعني الآن راح نستخدم الكرات اللي تكون بالحجم الأصغر أو الحجم المتوسط يعني يعني احنا راح نحتاج ثلاث أحجام كبير متوسط والحجم الصغير فهنانا الكرات اللي بالحجم المتوسط راح نطبق نفس الشي نحاولهم بشكل الدمعة وأيضا نبديه بترتيب الأوراق بهذا الشكل هذه الطبقة الثانية الطبقة الثالثة نفس الشي يعني الخطوة اللي بعدها راح نستخدم ألوان تشوك باستل اللي ما متوفر أدها ممكن تستخدم ألوان الطباشير ممكن تستخدمون ظلال العيون وطبقون نفس الفكرة بأنه تلونون فقط الحافة حافة الورقة بهذا الشكل ممكن بهذه الطريقة وممكن أنه تتركون هذه القطعة لحد ما تنشف تماما وبعدها تستخدمون ألوان الأكروليك وتحاولون تلونون الحواف بهذه الطريقة وهذه نفسها يعني هذه النبتة ممكن تلاحظون أكثر من لون يعني تستخدمون أكثر من لون فتحصلون على يعني هو نفس التصميم أو نفس الطريقة لكن بسبب اختلاف الألوان رح تحصلون على أكثر من شكل الآن رح ترك هذه القطعة لحد ما تنشف بهذه الطريقة هنا طريقة ثانية حتى أغير الألوان بديت أخلط اللون الأخضر مع اللون أزرق فحصلت على هذا اللون ورح أطبق نفس الفكرة الأولى لكن الفرق رح يكون إنه طريقة يعني تشكيل هذه النبتة رح يكون بالشكل المعاكس ورح تشوفون الطريقة يعني أيضا رح نحتاج 6 كرات بحجم كبير لو تلاحظون الآن طريقة لصق الورقة رح يكون بالعكس يعني رح يكون الجزء المدبب للخارج شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم لا شكراً لكم لكم جزء شكراً لكم اشتركوا في القناة وهذه ايضا طريقة اخرى لعمل النبتب بشكل مختلف بانه مجرد تقوم بعمل هذه الاشكال الاسطوانية باطوال او احجام مختلفة وتبدون تشكلون هذه الاشكال مع بعض يعني شغلة بسيطة وفكرتها بسيطة بعدها راح نشوف انه بالتلوين وبعد ما نشكلهم مع بعض راح ينطونا شكل يعني حلو فهذه القطعة ممكن بهذا الشكل ممكن تعملوها بحجم اكبر فهذا صار عندنا يعني ثلاث اشكال او ثلاث تصاميم التصميم الاخر راح يكون بانه يعني مثل ما شاهدون امامكم تاخذون شكل كروي وتبدون تقسموا بهذا الشكل شكرا 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 اما بهذه القطعة فراح ناخذ قطعة العجين ونفتحها بهذا الشكل بعدها راح تحتاجون لون عجين يكون افتح ياما افتح ياما اغمق من القاعدة أنا هنا حاولت أن أخلط مع الأخضر لون عجين أصفر فحصلت على لون أفتح وبديت أعمل هذا الشكل المشابه للحبال وتبدون ترتبوها بهذا الشكل على الوجه والجهة الخلفية لهذه القطعة فالآن رح أحاول أن أفتحها بدرجة خفيفة أو ممكن تستخدمون ورق الطباعة العادي بهذه الطريقة بحيث نحصل على سطح أملاس وتختفي كل هذه الخطوط يعني المفروض أنه تصبح قطعة واحدة الخطوة الأخرى هو أنه تقومون بتقطيع هذه القطعة العجين باستخدام المقاص بهذا الشكل راح أستخدم هذه القطعة باستخدام عيدان تنظيف الأسنان وتكون هي المركز أو وسط النبتة وبعدها راح أبدي بتجميع كل هذه القطعة بالطريقة اللي راح تشوفها فمثل ما تلاحظون راح أستمر بتجميع يعني كل هذه الممكن نعتبرها يعني أوراق هذه النبتة تجمعوها بهذه الطريقة وأنتوا ترتبوها بالشكل اللي تحبوه واللي يعجبكم وتتركوها لحد ما تنشف الآن راح يعني نعمل شكل آخر فراح تحتاجون يعني شكل استواني بهذا الشكل وتقسموه بشكل أربع أقسام بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بهذه الخطوة أني استخدمت ألوان الأكرالك حتى ألوان الحواف بهذا الشكل ممكن أنتوا تستخدمون تشوك باستيل أو ممكن تستخدمون ظلال العيون أو ممكن تستخدمون التباشر بهذه الطريقة بهذه الخطوة راح تحتاجون أي فرشة يعني تكون بهذا الشكل حتى نحصل على الأشواك اللي تكون موجودة على نباتات الصباريات فتاخذون هذه الأجزاء أو هذه الشعيرات اللي تكون موجودة على الفرشة وتستخدموها بهذه الطريقة فهنا راح أكمل يعني أملي كل هذه النبتة بالأشواك من كل هذه الجهات فالمفروض أنه نحصل على هذا الشكل فهذه القطعة راح أحاول أنه أتركها لحد ما تجف تماما بعدها أحاول أنه أقص يعني أقص أو أقلم هذه الأشواك طريقة أخرى راح ناخذ قطعة العجين ونعملها بشكل كروي بعدها نحولها بشكل الصواني بهذا الشكل اتحالنا نثبتوها بعيدان الأسنان ورح نبدأ نقصها بهذا الشكل سأستمر بقص هذه القطعة لحد ما نحصل على هذا الشكل فالمفروض أنه أتركها لحد ما تنشف بعدها أحاول أنه ألونها ورح تشوفون الطريقة وهذه هي يعني التصميم أو الطريقة الأخيرة أو القطعة الأخيرة أيضا راح تاخذون قطعة من العجين وتحاولون أنه تثبتون هذه القطعة بعيدان الأسنان بهذا الشكل بعدها راح نبدأ ناخذ قطعة عجين بشكل كرات ونحاول أنه نسطحها حتى نحصل على شكل الأوراق ورح تكون طريقة تشكيل الورقة بهذا الشكل فهذه راح تكون الورقة الأولى راح نطبق هذه الخطوة مع باقي الأوراق لكن تحاولون مثل ما تشوفون يعني الورقة الثانية راح تكون بالاتجاه المعاكس للأولى أما الورقة الثالثة فهرح أحاول أنه أضعها تحت يعني بهذا المكان بين الورقتين وتحتهم بمسافة قليلة ورح تستمرون تملون القطعة لحد النهاية فالمفروض يعني تصبح بهذا الشكل والمفروض أنه أملي يعني باقي الساق بالأوراق لحد النهاية ورح أيضا أتركها لحد ما تنشوف وبعدها ألوانها فهذه القطعة بعد ما تركتها لحد ما تنشوف ممكن يعني تضيفو لها إضافات ترجمة نانسي قنقر وهذه هي القطعة بعد ما جفت فتلاحظون طريقة تلوينها أنه أحاول فقط يعني ألون حافة الورقة بهذه الطريقة وحسب ممكن تستخدمون اللون الأحمر أو ممكن اللون أخضر يكون أو أخضر ماء للصفار يعني هذه حسب أغبتكم أنتم فهذه هي طريقة تلوينها أما بالنسبة لهذه القطعة فتلاحظون طريقة تلوينها هو بأنه يعني نأخذ فرشة يعني نستخدم كمية قليلة جدا من الألوان يعني بحركة خفيفة أيضا أحاول أنه ألونها بهذا الشكل يعني أحاول أن اللون يكون فقط على الحواف فهذه يعني تقريبا هي كل هذه القطعة اللي راح أساوي راح أحاول أنه أغطيها بطبقة من الورنيش وأرجع لكم الورنيش اللي أستعملها هو من واكس بوليكريلك اللي هو Water Based وهذه هي كل القطع بعد ما غطيتهم بطبقة من الورنيش وأتركتهم لحد ما يعني ينشفون فصاروا بهذا الشكل بالنسبة لهذه القطعة فعملتهم بدون ما أصورهم لأن عندي فيديو سابق ويعني شفنا طريقة عمل هذه القطعة إن شاء الله أترك لكم الرابط الخاص بطريقة عملهم في صندوق الوسص هذه القطعة عملتها هي نفس فكرة هذه القطعة اللي ظهر لكن عملتها بحجم كبير فيعني هي الفكرة واحدة لكن مجرد أنه أنتوا تغيرون بالحجم تغيرون بالألوان راح تحصلون على أشكال مختلفة هنا هذه القطعة راح أحاول أنه يعني أقص هذه الأشواك يعني كل ما تكون هذه الأشواك أقصر راح يكون شكلها قريب للنباتات الطبيعية فالمفضل تكون بهذا الشكل وبالنسبة لهذه القطعة فعندي فيديو سابق وبالتفصيل لطريقة عمل كل هذه النباتات ويعني القطعة بالكامل إن شاء الله أترك لكم الرابط الخاص بي في صندوق الوسص فهذه هي نهاية الجزء الأول لهذا العمل بالجزء الثاني راح نتعلم طريقة عمل هذه القطعة اللي يعني هي راح أستخدمها بالتالي مع هذه النباتات ورح نشوف النتيجة النهائية بالجزء الثاني فإذا أجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الأعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية وانتظروني على الجزء الثاني لهذا العمل وشكرا اشتركوا في القناة